السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي. ان شاء الله عندي اليوم في القناة. ان شاء الله اليوم غدي نشارك معكم واحد الوصفة الرائعة. وصفة معجزة. وصفة خطيرة جدا ان شاء الله للحمل. هاد الوصفة هاد يعني. بزاف دي السيدات عندي في القناة حملوا بها. الحمد لله يعني من استعمال اول من الشهر الاول حملوا بهاد الوصفة هادي. وصفة رائعة لتنشيط البويضة. كذلك لتكبير البويضة. لي عندها البويضة ما شيف الحجم ديالها. لي عندها البويضة يعني ما مخصباش للحمل. وما مهي اش. فهاد الوصفة هادي رائعة. وفي نصف الوقت كتحيد لنا برد ديال الرحيم. اه قاع البرودة اللي كتكون عندنا في الرحيم كتحيدها لنا هاد الوصفة هادي. هاد الوصفة اه واحد السيدة كان عندها اه هذا الكيس. تكيوس. اه كان عندها تكيوس ديال المبايض. استعملت هاد الوصفة هادي من الشهر الاول. حملت بها الحمد لله وباذن الله. كل شي بيد الله سبحانه وتعالى. يعني اه استاذ نشبهوا هاد الوصفة هادي عليكم اولا بالنيا. يعني ديروا النيا ديالكم وان شاء الله غادي اه تنجح معكم هاد الوصفة هادي اه دعاء استغفار قيام الليل يعني هاد شي كله ضروري اننا نديروه مع هاد الوصفة. مش غير مع هاد الوصفة. اي وصفة اللي بغو نديرو هادي الحمل نديرو معها يعني الدعاء النية وبان الله هو الرزاق. هاد الوصفة غادي تكون ان شاء الله غير سبب. ولكن حب الرشد معروف عليه انه رائع للسيدة اللي عندهم البرودة ديال الرحم لتنشيط البويضة كذلك لتكبير البويضة وفي نفس الوقت لتنشيط المبايض لازالة اي برد. المهمة لبنات يعني هاد الوصفة هادي كنت درتها تقريبا شي عام هادي او كتر في القناة عندي. والحمد لله الحمد لله ما غاديش نقول لكم مراه بزف بزف ديال السيدات كله مراك لقات عليك بان هذا اللي يعني درت هاد الوصفة هادي وحملت من الشهر الاول وان شاء الله اليوم غادي نعاودها معاكم وخان بزف كنك يقول لي ان هاد المكون يعني المكون اه مخصناش نديروه ولكن انا السيدة اللي اعطتني هاد الوصفة هادي درت هاد المكون الحمد لله من الشهر الاول سي كان عندها اه تأخر ديال الحمد يعني دل بزف ديال السنوات ودرت هاد الوصفة هادي والحمد لله و باذن الله من الشهر الاول طلعت حاملة وبرتاجيتها معاكم كتلكم يعني تقربا شي عام هادي ونشحز معا بزف ديال السيدة وبغي تخيل ذلك نعودها معاكم ان شاء الله فهنا كما كي يبال لكم هاد النوع من الياغورت هو اللي اش كنحتاجوه المعروف علي عدنا انه اسمي سوء ريبي فبطبيع الحال السيداتي لما ما متوفرش عندكم هاد يمكن تديروا آآ طانون عادي او ممكن لكم تديروا الحليب ولكن الطريقة ماشية يعني الطريقة هي اللي غادي تشوفوا معايا وهنا عدنا احب الرشاد اهو فاحب الرشاد المعروف عليها البنات انه رائع 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 السيدة اللي عنده بتأخر ديال الحمل كذلك اللي عندها البرودة القديمة فالرحم فتستعمل هاد الوصفة هادي ان شاء الله بالنسبة للسيدة اللي فيقول اللي اش حال من السيدة تقريبا يعني آآ كتدير هاد الوصفة هادي وتتجيها دورة يعني لان الحب الرشاد سخون كتجيها يعني كتجي كتسبت من اشي قطرات ديال اللي تتم اللي شي حاجة هدا يعني انها آآ هذا من الوالدة ديالها آآ او للرحم دياله يعني كان بقي فيه شي بقايا من آآ من هادي من دورة الفيتة فكتسبت فيعني عادي لجا تكغير يعني واحد نقيطات ولا شي حاجة ولا شوية هبط اسم النقس يعني راه 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 عادي آآ بالنسبة للسيدة اللي عندهم الغدة الدرق يعني القوات فما يستعملوهاش من احسن ما يستعملوش هاد الوصفة هادي وليل يستعملوها ارى المهم آآ هي ممنوعة على السيدة اللي عندهم القوات وكذلك هاد الوصفة هادي غادي نحيد هاد هاد الاسميشو باش ندير معاكم الوصفة وشوفوا معي الطريقة ها الطريقة هي اللي خاصكم تديرو كنحيد طبية حال هوا رايبي على هاد الشكل هادا غادي ندير وشوفوا معالق فغار على هاد الشكل هادا يعني معا مرنش بزاف وشوفوا معالق معا مرنش بزاف ولما ملعقة كبيرة شوها وصفي ان شاء الله نخلط على هاد الشكل هادا البناس سوف يحب الرشاة تتخليها معدك آآ ياغورس اهو وصفي آآ نخليها مسلا البنات صوبتها من احسن انكم تصوبوها يعني آآ في الليل يعني في الليل يعني ما ديك العشرة ديال الليل ولا هادا كتصوبها وكتغطيها كتحاولي انك كترجع تغطيها بحالها يعني تغطيها وكتخليها حتى الليل الماجي يعني بحال مسلا من العشرة ديالي لسا بحالك اصبقات قريبا آآ يوم كامل مسلا اليوم اخر يوم في الدورة ديالك اليوم اخر يوم في الدورة ديالك اليوم ساليسي من الدورة سوفوا تستحمي الغد يعني غدها ان شاء الله غادي استحمي. كدت صوبي هاد الوصفة اليوم تقريبا في الليل كيما قلت لكم. اه في الليل حولوا انكم تدروا هاد طريقة باش تنجح معاكم لانه بزاف طبيعة الحال ما ما يقدر ما يعني يكون غير خلط هادا سميت وشرب هديك الساعة الا كنخليه اه هاداك حب رشد حتا كيتقال حتا كيتلق لنا كتا كيتنفخ كيتلق لنا قاعدوا كل مواد دياله عادة باش غادي نستعملوها بحل كيتتخمر يعني حب الرشد كيتتخمر لينا فا كما قلت لكم يعني سلس منا اليوم الدورة الشهرية وغضله غادي ندوش كنصوبها اليومة والغضله ان شاء الله كندوش وفي الليل يعني في الليل نشربها نشربها كنكون باقي سخونة نشربها مشي ضروري انني من النهار من ندوش نشربها يعني تقدر لي ندوش في النهار وتعلي العادة باش نشربها المهم كتكون هديك النهار ليس هديك اللي سلس منك في الدورة اللي صحني غزا سلسي من الدورة كتدير هاد الوصفة هادي وصافي ان شاء الله يعني كتكون المعاشرة يعني الزوجية مع الزوج ديالك عادي مشي ما كتكونش منيك نشربوها هاد الوصفة هادي كنديرو اه للجماع او او العلاقة الزوجية بالنسبة لهاد الوصفة البنات عند شو مدى بانا خلطها شاشوها خلطها غدا نغطيها وغدا نخليها حتى نغطله ونعود نشوفها ونعود نوريها ليكم ان شاء الله باش تشوفوا يعني كيفاش القوام كيفاش غادي سولي يعني غادي بلك مدحب الرشد كل ولا اختار ولا تقيل عن شو ما غدا نخليه ومن بعد ان شاء الله ندر عليكم باش شوفوا كيفاش غادي يكون هناك ما كيبليكم يعني من بعد ما خلينا تقريبين واحد اه تقريب الليلة كاملة هاو شو يعني وله خاتر على هدى الشكل هادا اه تشوفوا اشتركوا في القناة